الجمال باللباس الإفرانجي والجمال هنا بتشديد الجيم المراد به صاحب الجمل الذي يحمل عليه الأثقال يرتزق من ذلك وقد سمي جمالا نسبة إلى الجمل ولم يقول بعارا نسبة إلى البعير الذي يشمل الذكر والأنثى لأن الجمل أقدر على الحمل من الناقة وأصبر منها على ذلك كما هي الحال في أكثر ذكور الحيوان من المفاجئ لي أن أرى كثرة الإبل أو على القول الشائع الجمال في هذه العاصمة التي هي وإن كانت تعتبر عاصمة لدولة صحراوية فإنها هي نفسها واقعة في منطقة غير صحراوية إذ هي في زاوية من زواياها قد فرت من الصحراء ولجأت في حضن نهر النيجر العظيم الذي تسميه بعض الشعوب التي تقطن على ضفتيه نهر الأنهار كما يسمي التايلنديون نهرهم الذي تقع عليه عاصمتهم بانكوك سيد الأنهار مع الفارق الكبير ما بين النهرين في الحجم وطول المسير ولكن الشيء الذي كان مفاجئا لي أيضا أن الجمال يقود جمله وهو يرتدي لباسا إفرنجيا بعد أن كانت عينية قد ألفت قائد البعير وهو يلبس لباسا عربيا أو حتى لباسا آخر فطفاضا كما هو عليه الحال في البلاد العربية وفي منطقة السند في باكستان وما يجاورها من بلاد الهند كولاية راجستان وقد قضيت وقتا قبل الغروب مع صديقي الدكوري أو الدكوري على شاطئ النهر أتفرج على سقوط قرص الشمس في نهر النيجر العظيم وأرقب عشرات إن لم يكن مئات الجمالين الذين جاءوا بجمالهم ولكنهم من دون استثناء يرتدون الزي الإفرنجي وهم يريدونها خضم الماء العذبة من هذا النهر لتروي ضماءها من مياهه تعوض بذلك عن مقادير كبيرة من المياه التي فقدتها طول النهار من الحر والتعب وكل هذه الجمال مخصصة لحمل الأثقال وأكثرها لحطابين أو بائعي حطب يحملون الحطب على البعير ويبيعونه في المدينة لأنه لا يزال الوقود الرئيسية لعامة الناس مما يذكرني بمناظر من بلادنا كانت فبانت حتى أصبحت جيل الجديد من أبنائنا لا يراها ولو رآها لاعتبر أن عينه قد وقعت على منظر غريب إلا أن أحمال الحطب على إبلنا كانت أكثر وأوفر والجمالون عندنا على إبلهم أظلم وأقسى فالحطب هنا قليل ربما ليتيسر ثمنه على بعض المشترين المعسرين أو أشباه المعسرين ويبيعون حمل البعير من الحطب على عدم كثرته بأربعة آلاف من فرنكاتهم الأفريقية التي يساوي الخمسين فرنكا منها واحدا من الفرنكات الفرنسية وتساوي المئة منها ريالا سعوديا واحدا وعندما سألت عن ثمن الجمل الواحد في المتوسط فأخبرني أربابها بأنه يساوي في المتوسط 200 ألف فرنك أي ألفي ريال سعودي وهو ثمن غال هنا بالنسبة إلى قلة النقود ووفرة العشب وهو يدل كما يدل غلاء اللحم في نيجيريا على أن القوم هنا كما في باقي أفريقيا وربما في باقي البلدان النامية في آسيا وأمريكا الجنوبية أيضا ليست مشكلتهم الاقتصادية منحصرة في أنه لا يوجد لديهم طاقات للعمل في تحسين اقتصادهم وإنما المشكلة في عدم قيامهم بالعمل على ذلك وإبلهم كبيرة الأحجام إلا أنها غير ضخام فهي عالية الأبدان والأسنمة طويلة القوائم إلا أنها أقل عرضا من الإبل في بلادنا أو على الأدق هي أكثر ضمورا ورشاقة من إبلنا فكأنها نجائب الإبل العمانية مع أنني لم أرى النجائب هنا وإنما رأيت جمال الحمل الثقيل فهي هنا ليست كالبقر عندهم التي هي أكبر من بقرنا وإنما تشبه الحال فيها حال الغنم عندنا التي هي أعلى من غنمنا قامات ولكنها ليست أكبر من الغنم النجدية فهي تشبه الأغنام السودانية التي نسميها السواكن لأنها ترد إلينا من ميناء سواكن على ساحل البحر الأحمر إلا أن أغنام النيجر أطول قامات إن صح التعبير من الأغنام السودانية أيضا ويكاد يجمع الباحثون على أن هذه الإبل الأفريقية الصحراوية هي عربية النسب نجدية الأصل دخلت إلى الصحراء الأفريقية بعد أن كان قد عمها الجفاف قبل حوالي خمسة آلاف من السنين وكان دخول الإبل إلى الصحراء الأفريقية في زمن يقرب من زمن البعثة النبوية أو قبلها بقليل وأنها جاءت إليها من مصر مع البربر الذين قدموا من الصحراء إلى البلاد التي يتوفر فيها المرعة جنوبا منها التي يسميها بعض الكتاب أفريقيا المدارية وكان البربر قد أخذوها من العرب أو الأعراب الذين دخلوا بها أفريقيا من مصر وقد جاءت إلى مصر من الجزيرة العربية ويستدل الباحثون على ذلك في بحث ليس هذه اليوميات بمحله على أن الجمل حديث الدخول إلى الصحراء الأفريقية بأن الرسوم التي خلفها سكان الصحراء القدماء قبل أن تتعول إلى صحراء قاحلة لم يرسموا الإبل في متروكاتهم المنقوشة على الحجارة وذلك لعدم الضرورة إلى البعير الذي خلق ليعيش في الصحراء وليخدم الإنسان فيها وإنما رسم حيوانات أخرى تعيش في المناخ المعتدل الخصب قبل أن يتغير المناخ في هذه الصحراء الواسعة بل التي هي أكبر الصحارة في العالم كله وكنت أتوقع أن يكون أهل الإبل في هذه البلاد من سكان الصحراء في الأصل مثل الطوارق والموريتانيين ممن يغلب عليهم اللون الأسمر غير أن كل الذين رأيتهم اليوم مع الإبل هم من قبيلة جارما المعروفة بسواد ألوان أهلها أو من أناس يقاربونهم في اللون عرات في النهر الجو حار في هذه الأمسية مع أن الفصل هنا هو فصل الخريف كما يسمونه ويريدون به موسم الأمطار التي تلطف الجو فإذن الجو في أغلب السنة هو حار وفي الجو الحار يطيب للإنسان ولكثير من الحيوان الاستحمام في أواخر النهار لإزالة وضر النهار الحار الطويل وقد رأيت شواهد على ذلك في نيجيريا وفي تايلند وفي اندونيسيا وغيرها من ميلاد الأنهار والطقس الحار وفي هذه الأمسية جاء أمامنا أعداد إلى النهر من الرجال يغتسلون فيه عراتا كيوم ولدتهم أمهاتهم غير مبارين بالجماعات الكبيرة من الناس التي كانت تقف على النهر إما للحاجة أو لمجرد التفرج على النهر وإزجاء وقت في نسماته الباردة ومن الغريب أن بعضهم أراهم ينزعون ملابسهم عن أجسادهم وهي ملابس خفيفة ومنها السروال الداخلي القصير الذي يستر العورة المغلظة ولو أبقوا عليه لستر من أجسامهم ما يجب ستره لكان ذلك أخف بلاء وأقل عريا ولما كلفهم غسله ونشره شيئا ولكنهم يرمون به أيضا وكأنما الواحد منهم بين جدران أربعة من منزله وهو في الواقع بين جدران شتى من عدم الحياء وعدم المحافظة على الآداب العامة وإن كان العرف والذوق يختلف في هذه الأشياء بين قوم وآخرين وغني عن القول بأن هؤلاء كلهم مسلمون لأن الأغلبية في هذه المنطقة إن لم نقل كل السكان هم من المسلمين ومن المخجل أنه كانت هناك طائفة من النسوة جئنا إلى النهر كما يجيء الناس فكنا يرين من هذه الأجسام العارية ما يره الرجال ولكني لا أدري ما إذا كنا يبالين بذلك أم أن العادة قد علمتهم جميعا عدم المبالات به وكانت فتاتان منهن من قبيلة جارمة التي كان المؤرخون المتأخرون يسمونهم بني زرمة من بين الموجودات وقد جلسنا على مكان مرتفع ينتظرنا فسأل الشيخ الدكوري إحدهما عما تفعله هنا فقالت إنهما جاءتا تتفرجان ولا عمل لهما لأن هناك بعض النساء لهن عمل هنا مثل عددا من النساء كنا يغسلنا بعض الأعلاف الخضر في مياه النهر وبعضهن كنا يغسلنا جلودا أيضا فيه ومن الطريف أيضا أنه بالقرب من هؤلاء الذين يسبحون عراتا في النهر يوجد مطبخ عام كبير لطبخ الطعام الشعبي الأفريقي التقليدي الذي هو عروق كعروق الأخشاب الغليظة تكون تحت الأرض ويأكله الأقوام التي تقع بلادهم تحت خط الاستواء من أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية ويسمى في شرقية أفريقيا موهوقو وبالفرنسية ماينوكا وفي غرب أفريقيا منه يام وكسافة وعلى ذلك يمكن من يشبع من السباحة في النهر أن يشبع من هذه الأكلة الشعبية التي تشبه العصيدة غير اللينة بثمن لا يكون غاليا في العادة وغير بعيدا من ذلك باعة العلف للدواب ولم أرف علفهم برسيما أصلا لكونه لا يوجد في هذه البلاد وإنما رأيت أوراق الذرة البيضاء وأعلافا خضرا أخرى لا أعرفها وحانوت رجل قد صنعه من القش على هيئة عشة وقد ملأه تقريبا بالقرع الذي هو قريب الشكل من المألوف في بلادنا بنوعيه الذي نسميه المصري ويسميه المصريون العسلي والآخر الذي نسميه الشامي وقد اخترت واحدة منها كبيرة تزن ثمانية كيلات فسألته عن ثمنها فأجاب بألف فرانك أي عشرة ريالات مناظر متناقضة كنت أرقب هذه المنطقة فأجد مناظر متناقضة تناقضا عجيبا ولكنها غير متنافرة في هذه البلاد التي لا يجمع بين أهلها جامع عرقي ولا لغوي وإنما يمنعها من التناقض الوحدة الإسلامية التي هي الدين العام الشامل لأهلها رغم كونهم من قبائل شتى وأعراق مختلفة وإن كان قد يتبادر إلى الذهن أن كثيرا منهم يتجانسون في الألوان التي أكثرها السواد وأقلها السمراء الشديدة حتى اللغات عندهم متعددة متباينة ولكن الديانة واحدة موحدة هي الإسلام الحنيف في الأصول وفي الفروع يوحدهم تقليد المذهب المالكي المنتشر في أكثر أرجاء أفريقيا الغربية في شمالها وجنوبها حتى خط الاستواء فمن المناظر المتناقضة منظر الجمال الصحراوية تشرب من هذا الخضم الضخم من المياه النهرية العذبة التي تسرع في جرايانها سرعة تخشى عليها بسببها من النفاذ ومنظر هؤلاء القوم الذين يقودون الإبل بالزي الإفرنجي إلى جانبهم جماعة من المشات عليهم القميص الأفريقي الطويل وإن كان لا يطاول القميص العربي في أكثر الأحيان إلى جانب منظر رجال عليهم لباس الطوارق الصحراوي الذي يتألف من ثياب فضفاضة واسعة الأكمام فوقها عمامة كثيرة الطيات وينزل منها قسم كبير يستر الفم وأكثر الوجه كما تستر المرأة المستحية فمهى بقناعها لأنهم قوم من الملثمين الذين يرون أنه من غير اللائق أن يرى الإنسان فما الرجل بخلاف المرأة التي لا يرون بأسا في أن تكون سافرة الوجه حاسرة اللثام وقريب من منظر سقوط الشمس في مياه نهر عظيما في بلاد صحراوية متخلفة في عرف الأوروبيين ومن يقلدون الأوروبيين يطل فندقنا الذي نسكن فيه فندق جاوي يتحدى الصحراء والجفافة ومحافظة الصحراء وتقاليدها التي ترجع إلى سالفات القرون وهو بطرازه الحديث بل الذي سبق كثيرا من الطرز الحديثة وبمعيشة سكانه الأوروبية الخالصة وبكل ما فيه قد سابق الزمن وجعل الذي يدخله ولا يسرح بصره إلى خارجه لا يتخيل أبدا إلا أنه في باريس ونهر النيجر وكت أقول نهر النيل يجري هنا مسرعا من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي حتى لقد عجبت من سرعة جريانه عندما رأيت أكواما من الأعلاف الخضر على ظهره وهي تطفح عليه تسبح فوقه بسرعة ولم تكن تلك السرعة كبيرة تتضح في خضم الماء إلا في مثل هذه الحالة أو عندما يقف المرء عند شاطئه تحت الجسر فيراه أسرع جريانا من نهر النيل عند القاهرة بكثير وهو يشبه النيل في سعته هنا إلا أنه يخيل إلي أنه أقل عمقا من النيل وإن لم أجد على هذا من دليل وجمهرة الأهالي لا أرهم يتمتعون في هذه الحال من هذا النهر العظيم إلا بالاغتسال وإرواء الجمال وإلا فلا مطاعم ولا مشارب ولا منتزهات كما لم أرى على شاطئه حدائق عامة أو بساتين إلا أشجارا من ذوات الظل الظليل وقد رأيت فيه جزيرة صغيرة جميلة إلا أنها عذراء ليس فيها أعشاب وحشية خضراء ولو كان هذا المكان عند سكان لديهم وفرة من مال أو رغبة عارمة في ابتغاء الجمال ولم يلهيهم طلاب العيش عن ذلك لكانوا وضعوا عليه المطاعم والمشارب ولكني لاحظت أن المقاهي عندهم قليلة بل تكاد تكون نادرة بالشكل التي توجد عليه في باريس أو في البلدان العربية ثم عدنا ماشينا على الجسر جسر كينيدي الذي عليه رصيفان للمشات يلاصقهما تماما مسير الإبل فهي قد عودها أصحابها أن لا تتوسط الجسر لأنه مخصص للسيارات الذاهبة والآيبة وليس فيه فراغ كبير لغير ذلك ولم أرى أحدا منهم راكبا على بعيره فوق الجسر ربما لكونها مخصصة للحمل وأعداد السيارات هنا متوسطة فليست كثيرة كما في نيجيريا ولا هي بالقليلة كما في الهند مثلا وهناك معها نسبة من الدراجات الهوائية ومن الدراجات النارية التي يتعين على راكبها أن يضع على رأسه خوذة حديدية وإلا تعرض للعقاب من الشرطة والشرطة هنا حازمة إذا أصدرت الحكومة قانونا أو أمرا فإنها تنفذه بطريقة صارمة وليس كما هو عليه الحال بالنسبة إلى أكثر الدول الأفريقية بل الدول النامية حيث تسن الحكومات القوانين وتصدر الأوامر ولكنها لا تتابع تنفيذها لأن المسؤولين في الحكومة يكونون في الغالب أول من يخالف القوانين إذا تعارضت مع أهوائهم أو أطماعهم وهذا الحزم في الإدارة في النيجر آت من حزم رئيس الدولة العقيد حسين كونتشي أو سينا كونتشي كما ينطق العامة باسمه وباسم حسين في لغتهم فهو رئيس حازم يراقب أعمال الإدارات الحكومية بنفسه ويفاجئ المسؤولين في الحكومة بالزيارات المراقبة حتى أصبح الموظفون كما قيل لنا يتوقعون أن يفاجئهم بزياراته التفقدية في أية ساعة وما رأيت جسرا على نهر في مكان آخر من العالم تعبره الإبل مع السيارات والدراجات في آن واحد في غير هذه المدينة نيامي ومن الملفت للنظر أن هذا الجسر الطويل رغم مرور سنوات عديدة على إنشائه فإن حاله جيدة وهو يحظى بالعناية والترميم وحتى بالطلاء اللازم لذلك بقي جيدا يدل على العناية بمرافق البلاد والسهر على المنشآت العامة على حين أن بعض الدول النامية التي أقيمت فيها مشروعات لم تحافظ على صيانتها وترميمها وربما يكون من أقرب الأمثلة على ذلك ما حدث في غانا القريبة من هذه البلاد فأبنية المطار الدولي فيها في حالة سيئة من عدم العناية والصيانة وقد لاحظت ذلك عند زيارتي لها وذكرته في كتاب شهر في غرب أفريقيا وقد انقطعت فيها المياه أثناء زيارتنا مع وجود نهر آخر ليس ببعيد عنها ولكن عدم العناية بالآلات التي توصل المياه إلى العاصمة هو السبب في ذلك وفي تنزانيا أقيم فندق كبير في العاصمة هو فندق كليمنجارو وكيف تكيفا مركزيا غير أن الحر عندما سكن فيه كان لا يطاق لكون التكيف قد توقف فيه منذ مدة ولم يستطيع صيانته واستمرار تشغيله وقد سرتني العناية بالمرافق العامة في هذه البلاد المسلمة إذ وجدتها بالنسبة إلى البلدان التي تماثلها في ظروفها الاقتصادية والسياسية من غير البلدان الإسلامية هي أحسن عناية وربما يصح القول بأنها في هذا المجال خير منها إدارة رغم قلة حملة الشهادات العليا في الإدارة والمهارات التي يمكن الحصول عليها بالبحوث والدراسات وإن كان يستثنى من هذه القاعدة بعض الدول مثل ساحل العاج في غرب أفريقيا وكينيا في شرقها يوم الأحد 2-12-1402 هجري صباح نيامي أزحت ستارة نافذة بعد شلوق الشمس بقليل على منظر بديع إذ تطل غرفة على حذقة جيدة في الفندق على ضفاف نهر النيجر أو نهر النيل كما سماه أسلافنا العرب والنيل السوداني هذا كالنيل العربي يجري في أغلب أماكنه أو بعض أماكنه في أراض صحراوية أو شبه صحراوية لذلك يستطيع البصر من نافذة الفندق أن يرى حد الخضرة التي على ضفته اليسرى إذ هناك أماكن صخرية مرتفعة جرداء لأن مياهه لا تصلها مثلها في ذلك مثل أماكن جبلية أخرى في السودان ومصر وقد بكر الناس إلى اجتياز الجسر المقام فوقه ولن أسارع بتسميته جسر كينيدي فذلك على صحته يفقد الحديث عنه شعريته حتى الأفريقيات اللاء يحملن أمتعتهن فوق رؤوسهن وأطفالهن على ظهورهن قد شاركنا في هذا الخليط العجيب فوق هذا الجسر الجيد النظيف في بلاد تقع في منطقة تعد متخلفة في النظافة وكان الهواء الذي يأتي من النافذة نسيما عليلا قد مسح عنه الليل بخار شمس النهار المحرقة ولكنه لم يستطع أن يمسح الغبار الأسود الذي نفضته الشمس على أجساد أهل البلاد على تعاقب القرون وقد تصورت هذا النهر العظيم وهو يضن بأسراره على الأولين ومنهم ابن بطوطة الرحالة العظيم الذي تخيله نيل مصر يجري في صحراء أفريقيا أو على حدودها الجنوبية حتى يصل دنقلة في بلاد السودان العربي أو السودان الشرقي ثم يواصل سيره إلى أسوان في صعيد مصر الأعلى ولم يستطع كشف سره في انحناءاته وتموجاته إلا أهل القرون المتأخرة الذين كشفوا أسرار الكثير من بقاع الأرض ثم الذهبوا يكتشفون أسرار الأقمار فضلا عن هذا النهر الذي يعرفون أنه لا بد له من قرار أتذكر ذلك فلا أكاد أجد عذرا لأسلافنا في تقعوسهم عن سبر أغواره وكشف مساره وإذا كان عذرهم كونه يسير إلى بلاد الهمج الذين يأكلون لحوم بني آدم على حد قولهم فلماذا لم يكتشفوا مسار نهر النيل الشرقي نيلي مصر حتى يعرف أن منبعه غير منبع النيل هذا الذي لم يعرف مكان من شئه منهم إلا القليل وقد انحدرت من غرفتي التي ملأها هذا النهر العظيم بالرؤى والأحلام إلى غرفة العصر الحاضر غرفة الطعام في هذا الفندق الحديث الذي ليس فيه ما ينتمي إلى هذا النهر أو ما يليه مما يعطيه إلا رسوما على الجدران لأناس فطس الوجوه أو أبقار مقوسة القرون أو طوائف من الطوارق الذين التفوا في ثيابهم ولكنهم لسعتها وتشعوا بأركانها لم تستطع أيديهم أن تحيط بأطرافها وقد تلثموا بعمائمهم التي لا تقل سعة عن ثيابهم حتى لم يبقوا في وجوههم إلا عينين سوداوين يمنعهما من أن يكون خطا منتصلا بالعمامة الزرقاء جزء من أصل أنف أسمر أصيل ومع ذلك فإن تناول طعام الإفطار كان ممتعا إذ قدم فيه عمال مهذبون طعاما وفرلكم نظيف الكيف بأجر محدد سواء أكثرت منه أو أقللت هو 1500 من عملتهم وعملة دول غيرهم في غرب أفريقيا وهي الفرنك الأفريقي المربوط بالفرنك الفرنسي بحيث يساوي كل 50 فرنكا أفريقيا فرنكا فرنسيا جديدا واحدا أما قيمة الفرنك بريالنا العربي السعودي فإنها تتذبذب بتذبذب قيمة الفرنك الفرنسي وهي الآن تبلغ 100 فرنك أفريقي في الريال الواحد في حديقة الحيوان يقع المتحف الوطني مقابلا لفندقنا أوتيل جاوي ويشتمل على حديقة حيوان ومتحف ذهبت إليه في هذا الصباح مع رفيقي في السفر السفير الدكوري ماشيا على الأقدام لقربه وكانت الشمس قد ارتفعت قليلا ولم أكن أضع على رأسي شيئا فرأيت جماعة من الطوارق عليهم ملابسهم التقليدية الفضفاضة وبعضهم قد وضع أطرافها على كتفيه وكلهم بعمامة ذات طيات متعددة على رأسه فعرفت أن هذا اللباس الفضفاض هو أصلح الألبسة للصحراء لأنه يقي الشمس والحر في النهار كما يقي البرد في الليل على أن نسبة عدد الطوارق من المتفرجين هنا قليلا بدأنا بالحديقة لأنها أكبر وأظهر والمتحف في ركن داخلي منها فرأينا في الحديقة ضبعا لا تفتر عن الحركة والدوران في قفصها كأنما هي لم تقطع الأمل في أن تجد منفذا من خلال هذا القفص المهين وهناك ضبع أخرى كبيرة لا تستقر في قفصها أيضا وقد أحضر عامل في الحديقة غداء الضبع أكتافا من لحم الغنم فجعلت الضبع تسحبها لاستخلاص اللحم منها أيضا وهي أي الضبع غير مستقرة أيضا كذلك كان من أظهر ما فيه قرود عدة منها الأحمر المائل للسواد أو القرد العربي كما يسميه بعضهم وعدة قرود صغيرة محلية وأخرى بلون السكر إلا ظهورها فبيض وهناك أسد أفريقي صحراوي كبير قليل الشعر حتى لبدته خفيفة ونوع آخر من الأسود مرتفع الظهر ضامر البطن أشهب اللون لم أرى أسدا من قبل في مثل لونه وقرود استوائية متعددة ثم سلاحف ضخمة ذات ظهور بلاطية سكرية اللون وتماسيح سود الألوان والذئاب أصغر حجما من الذئاب المعروفة في بلادنا وشكلها شكل ذئابنا ما عدا اللون فهو أغمق أو أكثر ميلا إلى لون الرماد وقد بدأوا بإطعامها من أسقاط الذبائح أي مما في أجوافها من كبد وطحال ورئات وهي تتنازعها لأنهم جعلوا إثنين منها في قفص واحد وكان تنازعها على اللحم وتجاذبها إياه طريفا لفت أنظار الحاضرين الذين كانوا جموعا كثيرة لم أتصور كثرتها في هذه البلاد وأمثالها التي يفترض أن السعي في شؤون العيش يلهي كثيرا من أهلها عن ابتغاء التفرج والتماس النظر إلى الطرائف إلا أنه ربما كان السبب أن اليوم هو يوم الأحد العطلة الرسمية الأسبوعية في هذه البلاد وأكثرهم من ذوي اللون الأسود المعتاد الذي هو لون قبائل الجرمة والهوسة وطوائف أخرى من السكان وهناك أناس من ذوي اللون الأسود الخفيف ومنهم الفلانية بالنون وجماعات من الطوارق والعرب المتأفرقين فيه وإن كان عددهم ليس كثيرا وفي أحد الأقفاص شاهدنا نيصا وهو الشيلهم بالعربية الفصحة وهو نوع كبير من القنافذ ذو شوك حاد الأطراف يرمي به من يهاجمه يدافع بذلك عن نفسه ولا يكاد يختلف هذا النيص الأفريقي عن النيص الذي نعرفه في القصيم في الجزيرة العربية بشيء وهناك قسم صغير للطيور عرض فيها طيورا غريبة كما رأيت الناس يتهافتون على رؤية فرس النهر في بركة عميقة وهو الذي سماه ابن بطوطة خيل النهر وقال إنه رأاه في نهر النيجر هذا الذي يمر بن يامي ويسميه هو نهر النيل مشاهد من البيئة في هذه الحديقة الواسعة التي هي حديقة حيوان ومتحف في آن واحد أقاموا نماذج تمثل بيئتهم القديمة من ذلك مجموعة من البيوت الشائعة عندهم ولا زالت موجودة حتى الآن في البوادي والقرى وقد شاهدتها في شمال نيجيريا للفلانيين بالنون الذين نقول لهم في الحجاز الفلاتة بالتاء ومنها عدة غرف على هيئة أكواخ هرمية الشكل جدرانها من الطين وأسقفها على شكل المحقن المقلوب أو كالمظلة الواقفة وقد دار حولها سور من أعواد الأشجار وتكون هذه البيوت للرجل وزوجاته وأسرته إذا كان كبير القدر أو زعيما لقبيلته ومن مظاهر ذلك تعدد الزوجات وكثرة الأولاد وهذه البيوت تكون للهوسة أو الحوس كما كان يسميهم مؤرخو هذه المنطقة وهناك أنموذج آخر لمنزل من الخشب والقش مرفوعا عن الأرض اتقاء للرطوبة أو للهوام ورغم كون هذا المنزل من غرفة واحدة لا تعتبر واسعة فإننا لاحظنا أن في داخلها مكانا مرتفعا فوق قامة الرجل مكونا من أخشاب قوية معترضة ذكر لنا دليل في المتحف اسمه باكوي مسلم من مورادي بلد في النيجر وهو من قبيلة الهوسة أنه يستعمل لغرض الأمن من هجوم السباع وحتى الأعداء من الناس ومن أهم النماذج لتلك المساكن منزل كبير نسبيا وهو مثل باقي المنازل من غرفة واحدة إلا أن له بابين متقابلين وفي داخله بناء من الطين شبيه بالكرسي المرتفع الواسع الذي له يدان من الطين أيضا يضع الجالس فيه يديه عليهما وقد فرشوه بحصير ضاف وقالوا إنه مجلس شيخي القبيلة يجلس فوق هذا الكرسي من الطين مرتفعا عن سائر القوم الذين يكونون جالسين على الأرض ومن ألطف ما عملوه أنهم أقاموا في هذا المتحف سوقا حقيقية من مواد كانت تستعمل في القديم ولم يدخل عليها غيرها وهي الطين والأخشاب والقش وجعلوا في داخل هذه السوق أرباب المهن والصناعات اليدوية القديمة وهم يعملون بجد وجهد من الحدادين إلى النجارين إلى الخبازين وصانعي الفخار وهم جميعا لا يستعملون إلا الأدوات التي كانت تستعمل في القديم فكأن الذي يشاهدهم ويشاهد أدواتهم من كير الحداد ومن طرقته وسندانه إلى مخرز الخراز إلى غير ذلك يكون قد عاد به التاريخ إلى الوراء زمنا طويلا والغريب أنهم رغم كثرة ما ينتجون نسبيا من السلع فإن المسؤولين عن المتحف ذكروا أنها تشترى منهم بعضها حال صناعتها وبعضها من حانوت مجاور لهم مقام أيضا على طريقة قديمة ويلفت النظر ملابس هؤلاء الصناع فكبار السن منهم يلبسون قميصا أقصر من القميص العربي المعتاد فهو يقف عند الركبة وليس عليهم غيره وأما الشبان فإنهم ليس عليهم إلا سراويل قصيرة فقط وذلك لشدة الحر وبخاصة للذين ينهمكون في العمل ومما يلفت النظر من الأشياء التي يصنعونها نعال من الجلد حمراء فاقعة اللون وأدوات من السعف وأعواد الأشجار من قفاف مصبوغة ملونة وأوعية من القش تشبه الصحون وأوان كبيرة من القرع الذي هو نوع معين عندهم لا يصلح للأكل وإنما يصلح إذا ترك حتى يصلب قشره لاتخاذ الأوان الكبيرة والصغيرة منه لا يستعملونه إلا لهذا الأمر وقد زينوا خارجها بنقوش متعددة أكثرها بالكي بالنار فتكون كيات النار على ظهر القرعة التي هي خفيفة الحمل لأنها مجرد قشر سميكاً كنقوش الحناء الذي تضعه النساء على أيديهن للتجميل وقد خرجنا من هذه الحديقة على أمل العودة لمشاهدة المتحف وأنا مسرور لما شاهدته في الحديقة من عناية ونظام واهتمام ولما لاحظته من كثرة الزوار من المواطنين إذ يدل ذلك على حبهم للمعرفة مما يحملهم على المزيد من طلب المعرفة إذا تيسترت لهم الشروط وذلك يوصلهم للمزيد من العلم والتقدم ثم تناولنا الشاي في هواء طلق في حديقة الفندق التي في أحد طرفيها مقهات ومشرب وفي الطرف الآخر بركة للسباحة لم أرى الذين يسبحون فيها إلا من الأوروبيين مع أنها في مكان جميل يقع على ضفة النهر مباشرة وعندما أعطيت العاملة حلوانا أو بقشيشا قليلا هو مئة فرانك أي ريالا واحدا شكرني وانحنى بالتحية وهذا من الفروق ما بينهم وبين جيرانهم النيجيريين الذين يشتركون معهم في التسمية الأوروبية لبلادهم نيجيريا فكلهما منسوب إلى نهر النيجر ولكنهم يختلفون عنهم في الأخلاق والأعراق فضلا عن التفاوت فيما بينهم في الأرزاق ففي الفنادق الكبيرة في نيجيريا وبخاصة في لاكوس إذا أعطيت الخادمة نيرة نيجيرية واحدة وكانت بصرف الفندق تساوي حوالي دولارين أي 700 فرانك أفريقي غربي فإنه لا يشكر لك بل ربما يزم شفتيه احتقارا للذي يسميه الرجل الأبيض الذي لا يستحق أن يخدمه مع أنه يخدمه في مقابل أجر وليس تبرعا منه وعند الظهر كان الغداء في مطعم الفندق النظيف وهو جيد إلا أنه كله مستورد معدى لحم الغنم الذي هو أيضا من المخزون في ثلاجة الفندق وإن كان من غنم هذه البلاد وبلغت قيمة الوجبة الجيدة 5000 فرانك أي 50 ريالا سعوديا والمطعم أيضا كالمقهى والبركة في كون جميع الذين رأيتهم يأكلون فيها ممن يسمون البيض أي من الأجانب وقد اشتد الحر في وسط النهار خلاف ما كان عليه في المساء والصباح وأصبحنا نشعر بأننا في وقت القائلة أي شدة الحر في الظهيرة فهذه البلاد في هذا الأمر شبيهة ببلادنا في الصيف فإنها وإن اختلف بعد موقعها من خط الاستواء عن بعد موقع بلادنا منه فإنها بلاد صحراوية أو شبيهة بالصحراوية لولا وجود نهر النيجر الذي هو لها بمثابة نهر النيل بالنسبة لمصر وإن كانت لا تنتفع منه بالقدر الذي ينتفع أهل مصر من النيل وإنما يذهب جزء كبير من مياهه ليصب في البحر المحيط في خليج بنين من أراضي غرب نيجيريا ومع هذا الحر في القائلة وكون الشمس لا تكاد تطاق فإن الأجانب من الأوروبيين لا يزالون مع أسرهم يسبحون في البركة أو يستلقون تحت أشعة الشمس المحرقة التي لا نطق نحن حتى الوقوف فيها ولا شك أن غرضهم من ذلك أن تسمر أجسادهم وأن تختزن من أشعة الشمس ما يكفيها مؤونة لأيام الحرمان من الشمس في شتائهم المظلم الطويل إلى مركز الملك فيصل ذهبنا في الساعة الخامسة لزيارة مركز الملك فيصل في نيامي الذي أنشأته رابطة العالم الإسلامي ومن مهمتنا في النيجر أن نتفقده ونطلع على ما يقوم به ونقترح ما نراه لزيادة الاستفادة منه صاحبنا في الزيارة الأخ الدكتور كمال الوسيني مدير المركز وهو طبيب مغربي تعاقدت معه الرابطة للعمل في نيامي والشيخ محمود موسى الشادي من العاملين في المركز ومسؤول عن المكتبة فيه ويقع على الضفة الجنوبية من النهر في حي اسمه مردي ومعناها باللغة الفلانية مكان السلطة وتقع فيه جامعة نيامي أول ما دخلناه من المركز المكتبة العامة وهي جيدة حافلة بالكتب العربية والفرنسية ذكروا لنا أنه يراجعها عدد كبير من أساتذة الجامعة وطلابها لقربها من الجامعة غير أننا لم نر منهم أحدا بسبب العطلة الأسبوعية والصيفية كما ذكروا ثم إلى عيادة الطبيب الدكتور الوسيني فوجدناه سجل عدد المراجعين في يوم واحد 210 أشخاص كلهم قد كشف عليهم وأعطاهم الدواء وهذا رقم كبير بطبيعة الحال غير أن عمله هو الكشف وإعطاء الدواء وليس العلاج والتمريض الذي يكون في المستشفيات لا في المستوصفات وسألته عن أكثر الأمراض التي شاهدها في هذه المدينة فأجاب إنها الملاريا وذكر أن حوالي 20 من المراجعين في الأسبوع يشكون من الملاريا فسألته يقال إن الأمراض السرية في أفريقيا منتشرة فنفى ذلك عن مراجعه وقال إن عدد المصابين بها من الذين يراجعون قليل جدا لا يتعدى واحد بالمئة والمركز واسع قدمت حكومة النيجر أرضه إلى الرابطة التي قامت بالبناء عليه وتريد أن تزيد في البناء مسجدا جامعا لأن المنطقة محتاجة إلى مسجدا إضافة إلى توسعة المستوصف الذي شهد إقبالا كبيرا بسبب النقص في المستوصفات وبسبب الأدوية التي يصرفها مجانا للمراجعين وفي جولة في فنائه كان مما يلفت النظر بئر مغطاة بغطاء حديدي قالوا إنهم كانوا يأخذون منها الماء قبل أن تصلهم أنابيب المياه وهي عميقة رغم أن النهر منها ليس ببعيد وربما كان السبب في بعض ذلك كون هذه الضفة من النهر مرتفعة كثيرا عن مجراه وقد عرفت من هذا بعض الأسباب التي جعلت تأثير الجفاف ونقص الأمطار شديدا على أهل هذه البلاد وهو بعد المياه الجوفية عن سطح الأرض في أكثر الأماكن وقلة وجود الآليات التي تستطيع حفر الآبار العميقة وارتفاع أثمانها وفي الفناء أيضا مما يلفت النظر شجرة عالية من أشجار الدوم التي توجد غالبا في وديان المناطق المرتفعة عن المملكة وهي من الأشجار الغريبة التي تتفرع في أعلاها فروع متعددة على هيئة أشجار صغيرة نابتة من الشجرة الرئيسية وثمرها المقل في داخله شيء حلو شبيه بالليف تأكله الناس أيام المجاعات وقد تسمى شجرة المقلة لأن ثمرها يسمى المقل والشجرة على صورة ليست بعيدة من صورة النخلة عندنا لذلك روت العامة في أساطيرها أن أحد المشايخ الصالحين مر بأهل حائط من النخل فسألهم شيئا من التمر يسد به جوعه فجحدوا التمر وقالوا هذا ليس نخلا ولكنه شجر آخر ليس فيه تمر فدعا عليهم إن كان الأمر غير ذلك أن يحرموا منه قالوا فانقلب نخلهم إلى دوم وهو الذي تشبه شجرته النخلة ولكن ليس فيه تمر وإنما ثمرتها مكورة صلبة في قدر البيضة مرتين ولئن لم تكن هذه القصة صحيحة وهي كذلك فإن الصحيح أن الدوم نبات صحراوي يعيش في الوديان من الأماكن المرتفعة التي لا شك أنها كانت في الأزمان السحيقة الممطرة ذات أشجار مثمرة يانعة فحل محلها الدوم بسبب الجذب وقلة الوطر وليس بسبب دعاء الشيخ المذكورة في الأسطورة وليس في الحديقة شجر مثمر رغم كون الجوافة والليمون تجود في المنطقة وقد سألتهم عن كونهم لم يغرسوا أشجارا يستفيدون من ظلها وثمرها فقالوا إنهم ينتظرون أن يتموا سور الفناء لأنه لا يزال معرضا للأغنام والحيوانات السائبة كان هذا الصباح معتدلا وكان الظهر حارا جدا وأما في الليل فإنه كان ربيعا منعشا والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة الجو الصحراوي ووجود السحائب أخذت تجود هذه الأرض المحتاجة إليها بوابلا من الأمطار التي كانت مصحوبة بنسمات حانية منعشة وعندما وقف نزول المطر كان الجو يغري بالمسير فركبنا سيارة أجرة أنا ورفيقي السفير الدكوري من الفندق إلى داخل البلد وقلنا له إننا نريد مطعما شعبيا نظيفا إذا كان يعرف ذلك فأجاب إنه لا يعرف إلا المطاعم التي يأكل فيها السائقون ولا يظن أنها تناسبنا فذهب بنا إلى فندق للمواطنين نظيف تناولنا العشاء فيه ولما عاد السائق بعد ساعة ليوصلنا إلى الفندق حسب اتفاق معه ولاحظ أنه ليس معنا أحد وقد أمرناه أن يعود إلى الفندق فقال مستفسرا عندما لم ير معنا أحدا إنني أعرف أنكم ستخرجون من هذا المطعم وحدكم لأن الرئيس حسين كونتشي قد منع الرفيقات من دخول الفنادق إذا كنا وحدهن ولذلك أصبحت الفنادق خالية منهن وقال الرئيس إننا بلد إسلامي لا يمكن أن نقر مثل هذا المنكر فسررنا بما ذكره وأفهمناه أننا لا نبحث عن مثل ذلك بل نحاربه فقال كنت أظنكم كالسائحين الآخرين وهذه يد بيضاء انفرد بها الرئيس حسين كونتشي دون غيره من حكام البلدان المجاورة الذين تركوا الحبل على الغارب بعد رحيل المستعمرين الفرنسيين عن بلادهم اتباعا للشهوات أو تقليدا أعمى لأولئك المستعمرين ترجمة نانسي قنقر